موسيقى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وبنات الأعزاء تلميذ وتلميذات الصف الثاني الابتدائي أهلا بكم مع كتابنا ان شاء الله النهاردة عندينا الفيديو اللي هنقدم فيه مع بعض بإذن الله الدرس الرقم اتنين من منهجنا للترم التاني أو الفصل الدراسي التاني اللي هو منهج كوننكت اللي انتم عارفينه طبعا احنا خذنا أول فيديو من بداية الوحدة التاسعة اللي كان عنوانها زي ما انتم شايفين كان عنوان الوحدة ايه ها ميني فكرني كان عنوانها at the farm الوحدة التاسعة unit number 9 at the farm واتكلمنا عن مجموعة مفردات واتكلمنا عن قاعدة there is وthere are نهاردة ان شاء الله زي ما انتم شايفين الفيديو اللي معنا النهاردة برضو هنستكمل unit 9 unit 9 at the farm في المزرعة وناخد الدرس التاني lesson number 2 او ممكن نقول عليه part 2 الجزء التاني ونتناول في صفحات الكتاب ان شاء الله من 41 لغاية 43 يعني كم صفحة اكبر 41 42 43 عندنا 3 pages 3 صفحات اوكي خلوا بالكم معنا ان شاء الله وعندنا ايه كم كلمة النهاردة ناخدهم وبعد كده نبدأ في الدرس ابدعنا اوكي are you ready كلكم صحصحين معايا اوكي thank you so much all the girls all the boys اوكي كلكم جاهزين يلا يا محمود جاهز معنا اوكي صديق لمحمود عايز يسمع ان احنا بنقوله يا محمود صح صح معنا اوكي هناخد كلمات النهاردة مجموعة كلمات وهنتكلم عن أصوات بعض الحيوانات يعني الحيوانات لها أصوات طالما احنا بنتكلم عن ايه at the farm في المزرع at the farm في ايه فاكرين كلمة animals يقبل there are animals in the farm في ايه حيوانات في المزرع في ايه في ducks في sheep في cows and في birds horse وحاجات كتيرة من الحيوانات اللي احنا خدناها في الفيديو السابق تعالوا مع بعض كده اخد مجموعة كلمات مع بعض نشوف النطق بتاعها اول كلمة زي ما انتم شايفين بيرد يلا نكرر مع بعض كده شطار مرتين بيرد 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 اللي هو ايه زي ما انتم شايفين الطاير بعد كده تعالوا نشوف الصورة دي مين يقول الصورة دي صورة ايه ها صورة كاو very good thank you so much محمود برافو عليك دي كاو كاو تعالوا نشوف الصورة الكاو بتقول ايه صوتها بقول ايه مو مو ادي الصوت بتاع ايه البقرة بيقول عليه تاني نقولكو ده مرة مع بعض يلا مع بعض مو مو مش كده صوت البقرة اه برافو عليكم اوكي تعالوا نشوف الصوت الايه دي اي دي ها دك دك اللي هي ايه البطة يا ترى صوتها بيكون ايه كوك كوك الله زي صوت البطة بالزلط مش كده نقوله تاني يلا يلا مع بعض كوك كوك اوكي تعالوا نشوفوا ده ايه صورة ايه ده ها sheep اللي هو ايه الخروف برافو عليكم sheep يا ترى طبعا مين يقلد صوت الخروف قول ايه ها با با very good thank you تعالوا نقول اصواتهم تاني يلا مع بعض ها مو مو كوك كوك با با اللي يسمع الاسواد دي يحس ان هو قاعد فين in the farm في المزرعة اوكي very good اوكي يبقى عندنا كلمة bird عندنا صوت البقرة مر صوت البطة كوك صوت الخروف با اوكي بعد كده عندي كم كلمة عايزين نشوف الكلمة دي عشان عندنا اغنية جميلة هنشوفها بعد الصفحة دي لازم نتعرف على الكلمتين اللي موجودين دولة تعالوا نكرر كلمة دي مع بعض يلا say 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 بمعنى ايه يقول هنشوف الجملة دي all day long نقولها تاني all day long يعني all day long يا ميسر يعني معنىها طول اليوم هنلاق الحيوانات دي الانيمالز اللي هي قاعدة في المزرعة كو بتغني وبطلع أصوات all day long يعني كل اليوم أوكي let's go on to study the following تعالوا ندرس الكلمات والجمل اللي موجودة عندنا دي عشان الجمل دي هنلاقيها فين in the song في الأغنية اللي احنا هنغنيها مع بعض تعالوا نشوف الجملة دي the cows on the farm say مو يعني ايه يعني الأبقار اللي بوجودة في المزرعة بتقول say يعني تقول ايه مو وطبعا ده صوت الايه صوت البقر أوكي طيب are there any fish يعني احنا فاكرين لما قلنا نجيب are أبلي there أو نجيب is أبلي there يقبل معناها هل يوجد بس are there هنا هل يوجد لمين للجامع عشان بدأناها بإيه بار وزي ما انتوا شايفين بدأنا الجملة بار كتبنا حرف الايه لان احنا لازم نبدأ الجملة بايه capital letter حرف كبير are there any fish يعني هل يوجد اي سمك اذا كان موجود في سمك نقول ايه yes there are وخدناها الجملة دي قبل كده والدروس دي خدناها قبل كده ودي عملية مراجعة no there aren't يعني لا لا يوجد تمام بتنقولها تاني yes there are لو ما كانش يوجد هنقول ايه no there aren't وتخلي بالكم من بعد yes على طول بنحط ايه حاجة اسمها comma اللي الفصلة ايه اللي من تحت دي وبعد no بنحط فصلة من تحت ايه no بعدين comma وفي اخر الجملة بنحط ايه يا حبيبي بنحط full stop اللي هي النقطة اهي شايفينا اوكي تعالوا نشوف بعد كده بقول ايه on this farm يعني على هذه المزرعة there is a hen يوجد ايه دجاجة there are some sheep ويوجد ويوجد بعض ايه الخرفان there are donkeys ويوجد بعض ايه الحمير اوكي تعالوا نقرأها تاني مع بعض خلي بالكم there is للمفرد اما there are للجامع وتكلمنا على كلمة sheep وقلنا ما نحط الهاش اس هي ومين هي وايه fish يعني المفرد والجامع زي بعضه اوكي نقرأها تاني مع بعض بصوت عالي on this farm يلا نكرر مع بعض on this farm there is a hen there are some sheep there are donkeys يعني يوجد في هذه المزرعة ايه دجاجة ويوجد بعض الغنم او الخرفان ويوجد ايه ايضا حمير اوكي very good طيب تعالوا نشوف ادي الاصوات عندي كلمة bird هنكتبها في الواجب بتاعنا الكراسة بتاعتنا النهاردة عنها الاربع كلمات بس هنكتبهم فين homework في الواجب بتاعنا اللي هي كراسة ايه hand writing اللي هي الخط عشان زي ما قلنا احنا بنكتبهم ليه عشان نحفظهم بسرعة وخطينا يجبه جميل ايه هم الكلمات اللي هنكتبهم عندي كلمة bird mo pa quack طبعا نخلي بلكم العلامة اللي في الاخر دي علامة تعجب مش من الكلمة تمام مش من الكلمة الكلمة mo اللي هي m o o والكلمة pa b a a والكلمة quack q u a c k والتلاتة دولة اصوات ايه الحيوانات اللي مرسومة قدامهم يلا عشان تعملوا الواجب ده وما تنسوش ok thank you so much let's move on to the next page ok تعالوا نشوفوا الأغنية اللي معانا النهاردة خلي بالكم آية رؤية مصحصحة معانا انت يا رؤى يلا وصيف وعلي وممتاز ومحمود ورمضان معانا رمضان أخونا النهاردة صغير يلا هنا بيقولي sing sing يعني غني آه عندنا أغنية جميلة جدا هنلاقيها في كتابنا كتاب الوزارة اللي عطيه هنا هنلاقيه page cam forty one هنلاقيه صفحة واحد وأربعين بل أغنية دي لو فتحنا الكتاب المدرسة هنلاقيها page forty one عشان ايه ما تتعبوش وتتدوروا عليها زي ما انتوا شايفين في الصورة عندنا farm مزرعة فيها animals فيها حيوانات فيها sheep فيها ducks أو فيها الأولاد أو هم بيغنوا أغنية أصوات الحيوانات بيقولي إيه the animals on the farm يعني إيه يعني الحيوانات فين في المزرعة اسم الأغنية كده the animals الحيوانات on the farm في المزرعة يا ترى كم حاجة هنغني لها النهاردة هنغني لمين cows الأبقار وهنغني المين sheep اللي هي الخرفان أو الخروف وهنغني المين كمان ducks اللي هو إيه البط كمان تعالوا نقراها الأول وننشوف كلماتها إيه الأول وبعد كده نغنيها مع بعض the cows on the farm say moo 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 the cows on the farm say moo 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 all day long يعني إيه يعني الأبقار أعدى في المزرعة بتقول إيه moo moo أهو the cows on the farm say moo moo كرارها تاني بتقول إيه الكلام ده all day long كل اليوم طول اليوم شغال البقار تقول إيه moo 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 أوكي طيب بعد كده نشوف إيه the sheep اللي هو الغنم بيقول إيه الغنم the sheep on the farm say baa 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 آه كرارها تاني بقول إيه the sheep on the farm say baa 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 all day long طول اليوم all day long طول اليوم بيقولوا إيه baa baa أوكي إيه تعالوا نشوفوا بعد كده حيوان تاني اللي هو إيه ducks اللي هو البط the ducks on the farm say quack 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 آه quack 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 all day long طول اليوم أوكي تعالوا كده أنا غنيها لكم كده واسمعوها كده وأنا غنيها لكم عشان تغنوها بعد ما إيه غنيها أنا okay let's go the cows on the farm say mrr 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 the cows on the farm say mrr 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 all day long the sheep on the farm say the sheep on the farm say mrr mrr all day long the ducks on the farm say quack 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 the ducks on the farm say كوك 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 all day long رأيكم صوت حلو عايزكم تغنوها بنفس الطريقة دي وإن شاء الله كده تكون أغنية جميلة وحلوة مسلية ما تنسوش صوت مر وصوت اله وصوت اله وصوت الداكس كوك كوك يلا كده غنينا وانبسطنا يلا نروح للإيه للصفحة البعضيها يا شطار بيري جود السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله بعد ما تعلمنا أصوات الحيوانات عايزين ناخد ايه يعني ايه مجموعة أنشطة كده نراجع بيها الكلام اللي احنا خدنا عندي ثلاث أسئلة اللي هو match اللي هو وصل وعندي نبر 2 وعندي نبر 3 تعالوا نشوفهم واحد واحد الأول مع بعض match عندي كام كلمة هنا 4 words أربع كلمات number 1 number 2 number 3 number 4 وعندي 4 pictures كام صورة 4 pictures أربع صور ايه هم الكلمات تعالوا نشوفوا أول كلمة مين يقره هالي يلا يا محمود مين يقره هالي يلا يا نور عبد الرحمن معتاز bird very good ده فين bird في الصور دي يلا عاوزكم تشولوا عليها الله يلا يا قدعان okay very good this is the bird bird يعني ايه طائر برابع عليكم okay number 2 مين يقول دي ايه با با ده صوت صوت ايه صوت الخروف فين الخروف the sheep فينه very good number 2 the sheep تعالوا نشوفوا number 3 مين يقره هالي ده صوت بحيوان برضو اسمه ايه ها مر مر ها صوت ده the cow very good فين دكاو thank you عمر very good thank you معتاز okay number 4 number 4 الكلمة دي quack quack ها ده صوت ايه ducks فين ducks اهي شور عليه براف علي thank you very good بعد كده تعالوا نشوفوا number 2 activity number 2 look and answer with yes or no طبعا احنا تعودنا على الاسئلة دي وعرفناها بتقول ايه look and answer يعني انظر ويجاوب بكلمة ايه يا اما يس يا اما ايه no طبعا عندي عمودة هو في yes وعمود في no ونحط علامة الصح لو كانت الاجابة صح تحت yes لو كانت خطأ نحطها تحت ايه no very good يلا عايز كده واحد شاطر زي سيف كده يقرى لي number 1 ها يلا ياسيني اقرى معاه يلا يا ياسر ياسر حبيبنا يلا very good وليلة كمان the cows on the farm say mo بيقول لي الابقار في المزرعة بيقول ايه mo دي اهي اهي كاوس فعلا يقبل ايجابة ايه نحط تحت yes ولا no bravo تحت yes لدي الاجابة صحيحة اهي very good اوكي number 2 يلا نقرها يلا يا ليلة يلا يا تيسير وماري يلا يا مين معانا الله معانا زميننا الجديد اهو يوحنا يلا يوحنا the sheep on the farm say the sheep يعني الخروف on the farm بيقول با صح بس ده مش خروف ده ايه donkey very good يقبل ايجابة ايه no يقبل تحت ده هنحط علامي الصح okay let's go to number 3 the ducks on the farm say quack البط ايه في المزرعة بيقول quack فينو اهو ودي بط اهو بط يقبل ايجابة ايه yes very good number 4 on this farm في هذه المزرعة there are sheep يوجد ايه غنم طبعا وده sheep ده لا the horses يقبل ايجابة ايه no very good bravo عليكم شبار يلا نهاء رقوم لو تكرروها بصوت عالي وبعد مخلص okay يلا number 1 the cows on the farm say moo very good number 2 the sheep on the farm say thank you number 3 the ducks on the farm say quack good thank you number 4 on this farm there are sheep thank you very good thank you all of you well done احسنتم جميعا you are very good very very good well done excellent excellent يعني ايه يعني ممتاز bravo عليكم let's go to number 3 رقم 3 بيزي بي عايزة ايه يا بيزي بي دايما انتي بتطلبي حاجات supply the missing letter مين يقول لي تقدر تقول لي يا عبد الرحمن يلا يا نور مين يقول لي bravo يعني ايه ناقص حرف هنا نجيبه ونشوف ايه اول كلمة اللي هي ايه bird يعني ايه طائر زي ما تشتهم الصور طب لاء انا نطقت وبصوا على النطق بتاعي كده bird bird يقبل اصحار فيه bravo عليك يا محمود r very good طب تعالوا نشوف ده horse 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 حرف good r the letter r good ها دي اسمها عنزة اسمها ايه goat go o o ها يلا يا سيف يلا يا انس ا او very good thank you sheep sheep ها يلا يا مه يلا يا ماري ها sheep very good thank you لا انتو شطار خالص well done احسنتم جميعا very good thank you معانا النهار ده سيف واناس ممتزين ومحمود وامحمد ومحمد ومصطفى وعمر برافو عليكم شطار يلا نكمل يلا نكمل الصفحة اللي بعليها اوكي بيقول لي ايه هنا برضو نكمل ناقصة ايه هنا ها supply the missing برضو ناقصة حرف البقرة دي اسمها ايه خدناها في الفيديو اللي فات والمفروض تكونوا حفظتوا كلمات ها اسمها ايه very good يا ترى ايه الحرف اللي ناقص في كلمة cow يا عمر ام ابرافو عليك حرف او تعال يا او جيد بعد كده المزرعة اللي هي عنوان الوحدة بتاعتنا اسمها ايه farm ها لما بقول ايه فا لما بقول اا حرف ايه اللي هو اا ها حرف ايه very good farm تمام شطار excellent well done ها الدجاجة اسمها ايه hen حرف ايه حرف ايه very good thank you thank you رؤية thank you رؤية بعد كده عندي fish fish حرف الشين بتكون من حرفين زي ما قلنا كتير حرف ايه s h لو ما نقص ايه ها نقص ايه رؤية bravo عليك نقص ايه good let's go to number four نشوف بيزي بي عايزة ايه make a word make a word كون كلمة very good عندي الصورة الجميلة اهي كل صورة في كل جملة اهي في كل كلمة نقصها الكلمة بتاعتها مثل اخبطها نرتبها ونبدأ بالاي 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 بالتحتها خط او اللونها احمر يا ترى ده ايه من يقولي تقدر تقولي علي ها donkey very good علي طب يلا نستهجي علي مع بعض ها d o n k e y bravo عليك اهي كلمة donkey جات اهي ok يلا يا محمود ها يلا كلمة مزرع يعني ايه ها farm يلا spilling ها يلا معاي نعمل spilling ها f a r m i get farm very good طب يلا يا انس ها صوت البطة اسمه ايه quack quack ها يلا مع بعض q u a c k very good excellent bravo عليك well done احسنتم جميعا طيب يلا تعالى مين معنا معنا توماس اهلا يا توماس يلا عايزين نكون ايه خروف يعني ايه يا توماس يعني sheep sheep اول حرف s h e e p bravo very good توماس very good يلا يا هاني معنا هاني النهاردة حسان يعني ايه horse very good horse يلا spilling مع بعض h o r s e very good excellent bravo عليك يلا بعد كده مين معنا معنا مونة يلا يا مونة ها معزة او عنزة ها سبها ايه goat يلا ها g o a t well done thank you very good excellent all of you وبراvo عليكم نيجي number five pcp بتقول لنا ايه rearrange مني فكرني rearrange يعني ايه يعني اعيد ترتيب عندي مجموعة كلمات مترتبين لا مش مترتبين وما بدونيش معنا المطلوب مني ايه ارتبهم فبيقول لي ايه rearrange the following sentences عندينا جبلتين هنرتبهم ايه هما الجملة الاولى كلمتها ايه some there sheep are بعدين نقطة لو هبنا نبذير ذير دي عايزة يا is يا are معاها صح بمعنى يوجد طب في is ما فيش is مال في are يوجد sheep ولا some sheep some بمعنى ايه حد يعرف تعرف يا علي very good some يعني bravo ماري بتقول ايه some معنىها بعض يبقى يوجد بعض الغنم احي there are some sheep very good تعالوا نشوفوا number two fish are any there وخذنا الجملة دي بالتحديد في بداية الفيديو بتاعنا are يعني هل يوجد طب are عايزة معها ايه there وبعدين هل يوجد اي سمك اه سمك في الاخر يبقى دي الجملة بتاعتنا تقدر تقولها يا سين ها are there any fish وما ننساش نحط علامة الاستفهام عشان ده سؤال اما فوق هنا نحط full stop بنقطة لانها دي ايه جملة جملة خبرية مش سؤال برافو عليكم شطار خالص وانا مبسوط منكم جدا براح بصراح هتاخدوا عشرة من عشرة let's go to the next page اخر صفحة معنا بيقول لي ايه number six seven eight عندي three activities تلات تمرينات تمرينات تمرين الاول number six بتقول لي a b z b circle the odd one out خلي بالكم من العنوين دي احباي circle the odd one out انا بقرلكم بالراحة عشان تنطقوا كل كلمة صح circle the odd one out يعني طلع الكلمة المختلفة عندي number one في تلات كلمات number two تلات كلمات number three برضو three words تلات كلمات تعالوا نقرهم كده horse برافو يلا يا ممتاز sheep يلا يا فاطمة quack يا ترى ايه المختلف بتقول لي عفاف بتقول لي كلمة برافو كلمة quack good لان quack ده صوت صوت اللي ايه البطة لكن sheep معناها خروف وhorse معناها حصان دي حيوانات very good طيب يلا يا سعاد moo bird باع برافو اللي هو ايه المختلف bird صح ليه لان ده صوت الخروف وده صوت البقر تعالوا نشوفوا بعد كده hens cows moo آه المختلفة ايه مو لاني ده صوت لكن ده ابقار وده ايه دجاج very good ok let's go to number seven look at the pictures آه كل مرة بتقول لنا بص على الصور او انظر الى الصور and complete with واكمل بكلمة من الكلمات دي ايه الكلمات quack با مر any very good طيب هنا بيقول لي are there not fish هل يوجد اي سمك يقول ايه الكلمة اللي نقصها هاي عبد الرحمن very good any آه تعال يا ايني اهي هل يوجد اي سمك good تعالوا نشوفوا قصة ducks ايه اللي بتقول ايه the ducks say فاكرين كلمة say يعني ايه يقول او تقول the ducks say البط يقول بيقول لي البط صوتو ها مين اقول لي يالله انا استدار تقول ها quack quack very good اهي quack very good the sheep say طابو الغنم او الخرفان بتقول ايه the sheep say ها مين اقول لي يالله يا فاطمة بتقول ايه very good با با اهي با very good اوكي the cows say جملة تعالي نقراها كنا اما بعض on this farm there is a hen يعني على هذه المزرعة او في هذه المزرعة يوجد ايه دجاجة نعرف نكتبها بخط حل وانا كتبتها اهي on this farm there is a hen وبكده يكون احنا خلصنا الايه الدرس التاني بتاعنا اللي هو عبارة عن اصوات ايه بعض الحيوانات وتعرفنا على بعض اصوات الحيوانات زي البقرة والخروف والبطة وعرفنا ايه اصواتهم بتقول ايه وخدنا اغنية جميلة جدا وخدنا برضو مراجعة على there is there are وان شاء الله كده يكون عكامكم الفيديو عايزكم ما تنسوش تعملوا ايه الواجب الhomework بتاعنا عندنا هومويرج فكرينوا ما تنسوش تعملوا ياريد بابا وماما يشوفوا خطنا ويشوفونا احنا بنكتب ازاي اوكي thank you so much for watching اشكركم على المشاهرة i hope to see you next time واشوفكم المرة الجاية and goodbye goodbye اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة